كان أيمن واقف في بلكونة بيته بعد مكلمة زين له اللي كان بيطمنه فيها انه قدر يلاقي حد يخلصه من حسان وبطريقة قانونية وكمان يضمن سلامة ملك وأهلها غمض عينيه وأخذ نفس طويل وهو بيفتكر أحداث الشهر ده كان شايف انها فتاة غريبة بكل حالتها وكل ظروفها كمان ابتسم لما افتكر قبل قصة حسان وكل الغمود والأكشن ده قعد على الكرسي اللي جنب البلكونة وهو بيفتكر اللي حصل قبلها بسبوع بعد ما اكتشف ان أمها مريضة كيلة كانت هي قالت له مر لكنه من قلقه ما افتكرش ده وقتها غمض عينيه من جديد ورجعت له الذكريات بتاعة اليوم ده كان حاسس بالغضب فعدة ثلاثة أيام وهي ما جدش الشغل وهو مش قادر يوصل لها مش عارف اللي حصل معاها من اليوم اللي كانت وقفة معاها تسمع للتعليمات وبانتباه وقتها صوت تليفون هاران فأمرها بالرد وأول ما ردت سمعت اللي خليها تجري من غير أي كلمة تانية لبرة من وقتها مش عارف عنها أي حاجة قعد يفكر مكان وقتها إزاي يوصل لها ووقف فجأة لما افتكر صاحبتها اللي بتشتغل في الشركة ووصل لها ووقف قدامها مالك فيني يا نسة فرح اتنفضت فرح وقامت من مكانها وهي بتقول بصوت مهزوز مامتها تعبت ونقلوها المستشفى هي والدتها عندها إيه؟ فشل كالوي وقتها حسن قلبه بيوجعه فهو افتكر ألم وصطابق على أمه اللي حس بيه وقتها وافتكر كمان لما طلبت ملك إذن لساعتين علشان تروح مع أمها للمستشفى وطى راس وقلب صوت واطي هي فأني مستشفى ادت له فرح عنوان المستشفى خرج بسرعة من غير أي كلمة تانية وصل هناك وعرف القوضة بتاعت والدتها وطلع لها بسرعة لقاها قاعدة في الأرض جنب راجل كبير كان راجل قاعد على كرسي متحرك وهي بتستند على الحيطة قرب منها بهدوء وبطلته الجذابة والمهيبة المخالفة للمكان اللي كان كل الناس اللي فيه غلابة وقف قدامها وهو بيقول مساء الخير رفعت راسها تبص له ووقفت بسرعة وبصت له بخوف أيمن به ضم حواجبه من الكلمة اللي رجعت مرة تانية تقولها لكنه مش هيعاتبها وليلومها دلوقتي فقال لها مباشرة والدتك أخبارها إيه؟ بين الحياة والموت خلاص كليتها ما بقتش مستحملة مفيش أمل طب والحل محتاجة حد يتبرع له ولو لقيناه يعني هنجيب الفلوس منين ملاش غير إننا نقول يا رب طب الدكتور بتاعها فين؟ مكتبه في الدور الرابع واسمه عبد الحميد اتحرك من قدامها بعد ما هز راسه بنعم في ثواني تقلبت المستشفى رأصا على عقب الكل كان بيجري في كل مكان ولقت مجموعة من الأطباء بيدخلوا لقضة أمها وبعد دقايق أمها كانت في عربية الإسعافة وبتتنقل لمستشفى خاصة وكبيرة وقفت قدامه حاسة بالضياع علشان يقولها كل اللي بيدور جواها انتي موظفة عندي وليكي تأمين في شركتي وده ليكي والقرايبك من الدرجة الأولى وإعلاج والدتك على حساب التأمين ده بس أنا لسه ما كملتش حتى ثلاث شهور شغلة عشان كل ده من أول يوم ويلا بقى علشان نلحق نروح وراهم اتحرك من قدامها وهو بيبعت رسالة لصاحبه الدكتور علشان ما يخطئش قدامها في أي حاجة من اللي قالها لها قعدت قدام والدها وشرحت له كل حاجة بصل أيمن بابتسامة شكر وامتنان ردها له أيمن بابتسامة خفيفة وطبطب على كتفه واتحركوا فورا من المستشفى فحالة والدتها ما كانتش بالسوق ده لكن قلة الضمير هي اللي خلتها تعيش كل الألم ده وإن حالة الكلا مش سيئة للدرجة دي ولسه فيه وقت للتفكير فحلل العملية والمتبرى حدد لها الدكتور معاد لجلسات العلاج وصرف لها أدوية جديدة ريحتها كتير لكن ملك مش مكتوب لها الراحة فظهور حسان في حياتها خلاها تدبل من جديد رجع من أفكاره على صوت تليفون لقى مهيرة بترن عليه رد عليها بسرعة بنت حلال كنت لسه هكلمك طب أنا باتصل أتطمن عليك وكمان عزمك على فرح جودي وحزيفة بعد أسبوع ألف مبروك يا حبيبتي وأنا كنت هكلمك عشان عايزك أنت وسوفيان تيجو معايا أخطب بجد يا أيمن هي مين واسمها إيه؟ عندها كم سنة بتحبها بجد وهي بتحبك ولا إيه؟ ابتسم أيمن بسعادة حقيقية لفرحة أخته وكلامها هي ما قالتش غنية أو فقيرة أو بنت مين؟ بل سألت عن الحب وبس أنا كنت ناوي أجيلك بعد بكرة وأشرح لك كل حاجة وأنا مستنياك رجعت زهرة وصهايبة من شهر العسل وهم في قمة سعادتهم كانت من أجمل الأوقات اللي مرت عليهم وقبل ما يروحوا للبيت طلب منها صهايبة أنها تعدي على عنوانه وطلبه منها رحت ووقفت العربية فطلب منها تنزل وبالفعل نزلت من العربية وتحركت علشان تقف جنبه فشور لها بصباقه الفوق رفعت عينيها الفوق ووقعت عينيها على لوحة أعلانية كبيرة كانت متلونة بشكل جزاب بدأت تقرأ اللي عليها كان مكتوب شركة الظهرة للهندسة والتعمير شهقت بصوت عالي وهي بتشوف اسمها بيزين اللوحة دي مسكت إيده بقوة وهي بتبسها بحب حلوة قوي يا حبيبي بجد شكرا يا صهايبة شكرا قوي دي بجد أحلى مفاجئة دي ولا حاجة جنب كل اللي انت عملتيه علشاني يا ظهر أنا حياتي كلها قليلة عليك انت وجودك في حياتي هو السبب سعاتي وسبب حياتي تعالي نطلع علشان تشوفي شركتك اسمها شركتنا طلعوا الفوق وقدام باب الشركة كانت شهقتها التانية من اتساع الشركة اللي كانت فاكرها صغيرة ومجرد مكتب هندسي بسيط لكنها لقيت كمية كبيرة من الموظفين قرب سهايبة من قدناها وقال أوصفين اللي انت شايفها عايزة شوفها بعنيك بصت له بحب وبدأت توصف له كل حاجة وهم بيمشوا جوا الشركة على اليمين مكتب الاستقبال والبنت اللي واقفة فيه حلوة وده مش حلو على فكرة قالت الجملة الاخيرة بصوت تحزيري ابتسم سهايبة وكملت وقالت وبعد الاستقبال على طول فيه طقم مكتب جلد تحفة قوي ده الانتظار العملة وعلى الشمال قسم الهندسة واو بجد ست مهندسين ومهندسات فضلت ابتسامة سهايبة على وشه بيسمع ليها وبالتأكيد عارف كل اللي هي بتقوله لكن الوصفة بصوتها السعيد المندهش مختلف خالص ومبهج لقلبه جدا كملت وقالت على اليمين فيه تلت مكاتب انا مش عارفة الحقيقة هم ايه خدمة عملة يعني الرد على التليفونات اي حد يعني عايز يفهم ويسأل ويستفصر كده يعني مم فهمت حلوة الفكرة وقدامه السكرتاريا مش كده فعلا وفي الوش مكتب المدير مكتبنا المكتب ليه داخلتين واحدة من برا هنا واحدة من عند السكرتاريا تحبي تدخلي منين مسكت دراعه بقوة وهي بتقول من السكرتاريا طبعا علشان اشوف سكرتارية حضرتك دحك وقال لها ايوة شوفيها ووصفها لي ضربت دراعه بقوة ودحك بصوت عالي في نفس اللحظة اللي وقفت فيها الشابة جميلة كانت قعدة ورا مكتب السكرتاريا كانت بتبص لسهايب باعجاب وقتها ظهر قرصته فانتبه لها وقال صباح الخير يا انسة صباح النور يا فاندم اي خدمة؟ البش مهندس سهايب لسه مجاش دحك سهايب وهو بيقول هو انا تأخرت قوي كده بصيت له البنت من غير فهم لكن نظرات الاعجاب في عينيها ما قلتش قالت زهرة وهي بتجزة على سنانها يظهر ان حضرتك اصلا مش هتيجي تاني دحك بصوت عالي وحست البنت بالضيء من البنت اللي مسكة الشاب ده ممكن افهم حضرتكم مين جاوبها سهايب بجدية انا المهندس سهايب ودي تبقى المهندسة زهرة زوجتي وشركتي اتلجلجت البنت وهي بتقول انا اسفة جدا اتفضل يا فندس اتفضلي حضرتك فتحت باب المكتب بتاع سهايب وهي بتكمل انا اسفة جدا انا مكنتش اعرف حضرتك وحضرتها جاوبتها زهرة وقالت حصل خير تقدري تتفضلي على مكتبك وتطلب لنا اتنين عصير وبعد ما البنت مشيت زهرة قالت بقوة وبعدين بقى احنا هنبدأها كده مد يده وهو بيقول لها تعال يا زهرتي اتقدمت منه ومسكت ايديه اعادها قدامه وهو بيقول خليك متأكدة اني حتى لو بشوف عمري ما هشوف غيرك يا زهرة انت الحياة بالنسبالي وانا لا يمكن اضحي بحياتي علشان اي حاجة مهما كانت ضمته بقوة وهي بتقول انا بحبك اوي وبغير عليك اوي اعمليه بس ضمها هو كمان وهو بيقول تتطمني يا زهرة تتطمني علشان انا مستحيل اكون لغيرك اتفتح الباب فجأة وشهقت البنت بصوت عالي وخرجت بسرة وقفت زهرة بخجل وضحك سهايب بصوت عالي كانت فرح مسكة الاوراق وبتحاول انها ترتبها وتنظمها بعد ما رجعتها كويس كان هو بيرائبها من خلف زجاج مكتبه ابتسم وهو بيفتكر مرائبته ليها طول الاسبوع اللي فات كانت جدة جدا في شغلها هادية معظم الوقت وفي الغالب مش بيظهر جنانها الا مع والدها والدتها او مع صاحبتها ملك تو هو بيفكر انه عاوز يتكلم معاها او ينغشها يفهم منها مين هو مصطفى بحجر وقف على رجليه وخرج من المكتب ووقف قدامها لكنها مرفعتش عنها عن الاوراق اللي في ايديها قعد قدامها وهو بيقول ازاي كانسة فرح اتنفضت وقفت بصله بقلق بصلها وقتها باندهاش وشاور لها بيده انها تهدأ قعدت من جديد في مكانها وهي بتبصله باستفهام فقالها انا اسف ما كنتش متخيل اني بخض قوي كده قالت له بهدوء لا بدا انا بس كنت مركزة قوي في الوراق اللي قدامي رفعت عينيها له وهي بتقول هو حضرتك عاوز حاجة قهوة نعم عايز قهوة بصت له ببلاها حاضر هطلب لحضرتك لا انا عايزها من ايدك لو سمحت يعني فضلت تبصله وهي بتفكر جواها هي عايزة تضربه بحاجة حادة فوق دماغه دلوقتي لكنها تراجعت عن الفكرة ظهرت لها فكرة جديدة وقتها ابتسمت بشر وهي بتقول حاضر يا استاذ زين فضل يبصل ظهرها وهي بتمشي من القوضة رفع حاجبه وابتسامة منتصرة بتترسم على وشه كانت جودي وحزيفة بيلفه على قتلهات الفساتين بتاعة الافراح وكانوا زي الاطفال بيتخنقوا على كل حاجة الفستان داية الفستان قصير ده مفتوح كانت جودي متعمدة تختار الفساتين اللي بتصير الغيرة بتاعته لحد ما شافت النيران بتشتعل فعنيه وقتها وقفت قدام فستان أحلامها فستان زي فستان الأميرات شورت لي بصبعها وابتسم وهو بيقول لها تعالي نشوفه هيبقى يجنن عليك فضل زين قاعد في المكتب مستنيها لحد ما دخلت وفديها صينية وعليها كباية قهوة وكباية مية وقتها حطتها قدامه وعلى وشها ابتسامة سمجة اتفضل ابتسم لها بانتصار وهو بيمسك كباية القهوة وبيشربه تحت نظراتها اللي كانت شامتانة انتهى من شرب القهوة وبصلها بابتسامة كبيرة شكرا بجد تسلم ايدك فنجان القهوة اللي من تحت ايدك له طعم تاني خالص ده ألف هانا كنت عايزة اسألك هو باباكي بيشتغل ايه ومدير عام في مصلحة حكومية ليك اخوات بصت له بحزن وهي بتقول ايوة لي يا اخ واحد بس الله يرحمه انتبه على كلماتها وهو بيفتكر الموقف لما كانت بتكلم والدها اترحم على لبسه تعالي وهي أمنت وراه كان هيقول حاجة تانية لكنه حسب قلم قوي في معدته خلاه يقف بسرعة ويتجه للحمام دحكت هي بسعادة وخرجت من جبهة كيس صغير في بودرة لونها أبيض شكرا يا أمر علشان يبطل يعاملني على اني خدامة عنده كان أيمن بيلم أوراقه وقت ما ضغط على زرار الاستدعاء استدعاء اللي ملكت قلبه دخلت لمكتبه فقال لها أنا مسافر بكرة علشان حاجة ضروري يا ريت تأجلي كل الموعيد بتاعت بكرة حضر يا فندق حضرتك تؤمر بحاجة تانية مش أوامر يا ملك لو هأمر حد أكيد مش انتي ما تنسيش تقولي لولدك اني جايه ومججمعة أنا واختي وجوزها هو انت مش مصدقني لما قلت لك ان أنا جسم قيمة شوه بصلها بغضب وقال لها يا بنت فهمي بقى انا بحبك لا يهمين ظروفك ولا فقرك ولا تشويه جسمك ولا خايف من البلطاجي ياه أنا بحب روحك نظرة عينيك برقتك خجلك التزامك يا ملك انتي ملاك وانا محتاج ملاك في حياتي بصيت لو باندهاش وهي بتقول البلطاجي بعد ما هجيلكم يوم الجمعة وتوفق عليها هحكي لك كل حاجة ماشي هزت راسها بنعم لكن نظرات عينيها كانت كلها شك وخوف وقلق فاقسم هو بجواه ان يبدل كل النظرات دي لسعادة وفرحة لثقة وامان